الطبقة العمالية في محافظة الديوانية بانتظار تنفيذ الوعود الحكومية لتحسين بيئة العمل وتهيئة الظروف المعيشية والتقليل من ظاهرة انتشار العمالة الأجنبية والتي باتت تزاحم العمالة المحلية في إيجاد فرص العمل بصراحة العمالة الأجنبية تؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على كافة طبقات المجتمع وخصوصا العام العراقي وشاب العراقي وبالفترة الأخيرة بسبب الأوضاع المعيشية وبسبب الظروف الاقتصادية لاحظة الآلاف من الخريجين والأيدية العاملة التي تحتاج إلى من يستثمرها إلى من يشغلها تعشف المعامل عندنا مطاحين عندنا معامل مال مين عندنا معامل مالكاش تدري العام انت لو ما تدرونه هاي موثقة موثقة هاني وعدي سيارات الطحين تطلع توزع وجه وماكو طريق تمشد وهاني رحت للحكومة السابقة قلت له ولكن ما والقبل هم ولكن ما زين تبليد ماكو شوارع لتعبانة أجارات جايدة كل شنة يتزود عليك أجار نحن ندفع رشم ندفع نفايات ندفع رشوم صارت هجرة من المدينة من الحيص ناعة للمدينة هاي حوائل النقابات العمالية في محافظة ديوانية طالبت الحكومة الاتحادية بتفعيل قوانين العمل والضمان الاجتماعية لتمكين هذه الطبقة وتأمين مستقبلها بشكل يتلائم مع ما تقدمه من جهد كبير في أعمالها وكذلك تحديد نسبة لدخول العمالة الأجنبية أعداد العمال بالدوانية ما يقارب مئتين وخمسين ألف عامل المشاريع المضمنة ثلاثة ألاف وخمسمائة مشروع أو ثلاثة ألاف وربعمية يعني ما يقارب عدنا المضمنين فقط ستة ألاف أغلب طبعا للعلم عدنا مشاريع بدوانية هواي ما نضمنه مطالبنا أهم شي تفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي لأن هذا رح يخدم الشريحة يعني البعد العامل ما يدور وظيفة سياسات اقتصادية تسببت بعواقب وخيمة راح ضحيتها أفراد المجتمع من العاملين في القطاع الخاص في وقت يعاني من خسارة كبيرة بسبب انعدام الدعم الحكومية لهذه الطبقة التي باتت تزاحم من قبل العمالة الأجنبية من الديوانية معتز العبودي زاكروس تيفي